تعود الأوضاع للتوتر بين العراق والتركيا بعد قرار أنقرة إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي وإقاف جميع الرحلات المتجهة إليه حتى الثالث من تموز المقبل وتشير الخارجية التركية إلى أن استمرار قرار الإغلاق سيخضع للتقييم مفقا للتطورات خصوصا مع زيادة أنشطة حزب العمال الكردستاني وتسلله نحو مطار السليمانية الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الرحلات الجوية قرار أعاد الاتهامات لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني فرغم تعهده نهاية عام 2018 بعدم دعم حزب العمال إلا أن حادثة تتحطم المروحيتين اللتين سقطتا الشهر الماضي في دهوك وكانت تقلان أعضاء من حزب العمال جرى نقلهم بين مناطق سيطرات قصد في الحسكة وبين السليمانية كشفت هذه الحادثة بوضوح احتضانه لميليشيا قصد بحسب مراقبين لا سيما أن المروحيتين كان قد سلمهما للميليشيا قبل أعوام ويضع حزب الاتحاد الوطني من جانبه حجة قتال تنظيم داعش كمبرر لاستمرار علاقته بحزب العمال أو بالتحديد بميليشيا قصد والتي تمثل وحدات الحماية التابعة لحزب العمال في سوريا عمودها الفقري على الجانب الآخر يؤكد رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني لنفوذ حزب العمال مدى الخطر الذي يشكله على الجغرافيا العراقية والتركية بعد دخول الميليشيات الموالية لإيران على الخط لدعم تغول حزب العمال في العراق لإبعاده عن إيران وإبقاء خطره على تركيا تتشابك إذن خيوط المصالح مرة أخرى في العراق لكن الثابت الوحيد هو الضرر الاقتصادي الذي سيسببه قرار إيقاف الرحلات الجوية إلى السليمانية وهو ما يمكن أن يتطور بحسب مراقبين لعمليات عسكرية تركية موسعة بحال أصر بافل طرباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني على رأيه بمنح الضوء الأخضر لتنظيم يتفق الجميع على خطورته ولعبه على المتناقضات لا سيما في الساحة السياسية في العراق والتي تغلب الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران مصالحها على مصالح البلاد